محتاجين كل النقاط اللي نقدر ناخدها المباراة اللي جاي في الدورية يا كابتن بس قبل ما نكمل كلامنا في الدورية خليني برضو عايز أقف معك عن مباراة مهمة جدا ومباراة يعني احنا بنعتبرها حاسمة وإن لم تكن يعني حاسمة مية في المية مباراة طبعا العودة فيتا كلوب نتكلم على الظروف مختلفة على طبعا أنت على أرضهم ومتعادل هنا اتنين اتنين وعندك بتلعب العصر في جو شديد الحرارة نجيل صناعي وثلاث تلاف مشجع من فيتا كلوب شايف المباراة دي ازاي وأهميتها بالنسبة لنادي الأهلي في المرحلة دي نتكلم بصراحة شديدة جدا يعني الناس اتكلمت عن مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب اللي فاتت أنه النادي الأهلي مقداش بشكل جيد لأ الحقيقة من أفضل مباراة نادي الأهلي على المستوى الفني والتيكتيكي والخططي الوصول للمرمى أكتر من 18-20 مرة لمرمى المنافس بالتأكيد ده بيدينا انطباع أن النادي الأهلي أدى بشكل رائع جدا اختراقات من كل الأماكن من الأطراف ومن العمق كان فيه نواحي اختطية وتكتيكية كان فيه إسرار من اللاعبين على التفوق والسيطرة والاستحواز وبالتالي ده بالفعل حصل في هذه المباراة ولكن عدم توفيق شديد جدا جدا لكل اللاعبين يعني خيالي من بدر بنون لغاية مروان محسن ووالتر بواليا وأفشا وسولية ديانج كل هؤلاء اللاعبين أضعوا فرص كتيرة جدا 18-20 فرصة محققين للنادي الأهلي بيضعوا في هذه المباراة بالتأكيد عدم توفيق غير طبيعي ولكن النادي الأهلي أدى بشكل مميز جدا كان استحواز بالنسبة 70-80% في المباراة مستوى رائع جدا جدا للنادي الأهلي ولكن التوفيق غاب بالفعل عن النادي الأهلي في هذه المباراة ودي حتى كانت تصريحات المدير الفني لفيتا كلاب وكل اللاعبين النادي الأهلي أدى مباراة كبيرة جدا جدا ولكن حلفوا سوق توفيق أو عدم توفيق المباراة هناك اللي هيصعبها أكتر صارة أنه من شوية أو من عدد ساعات قليلة سينبا كان اشتكى كمان نادي المريخ السوداني وللكاف لأنه فيه أشرك ثلاث لعبين يعني ثلاث لعبين أشركهم النادي المريخ السوداني في مباراة سينبا اللي فاتت وبالتالي سينبا اشتكى نادي المريخ السوداني للكاف وأعتقد أنه بعد صدور كمان أو تسريب خطاب من رئيس نادي المريخ لمشاركة هؤلاء اللاعبين في مباراة سينبا أعتقد أن الكاف ممكن بشكل كبير جدا يلغي مباراة نادي المريخ السوداني أمام سينبا سينبا ويحتسب الثلاث نقاط لسينبا وبالتالي سينبا يصل لعشر نقاط وحيتم كمان مش إلغاء نتائج المريخ السوداني اللي فاتت أمام النادي الأهلي وفيتا كلاب ولكن حيتم إلغاء هذه المباراة فقط أو احتساب الثلاث نقاط لسينبا أمام نادي المريخ وحيستبعد من البطول وبالتالي الأمور تصعبت جدا أصبح سينبا عشر نقاط أو تسع نقاط نادي الأهلي وفيتا أربع نقاط فقط وكمان المباراة القادمة أمام فيتا كلاب النادي الأهلي مش هيشارك خلاص أمام المريخ خلاص هيستبعد من البطولة حيكون أمامنا مباراتين فقط أمام فيتا كلاب وأمام سينبا تنزيني وبالتالي أصبح الأمور أو أصبحت الأمور صعبة جدا جدا ده في حال أن الكاف أصدر القرار ده؟ أعتقد أنه هيصدر القرار ده لأنه بعد تسريب خطاب كمان رئيس نادي المريخ هتكون الأمور يعني أعتقد أنه ممكن يتخذ هذا القرار الكاف أو الاتحاد الإفريقي بسحب أو باستبعاد نادي المريخ السوداني من البطول الأمور صعبة حقيقة هي صعبة علينا ولكن النادي الأهلي قادر لسه في إيدينا الفوز على فيتا هناك إن شاء الله وإن شاء الله المباراة العودة هنا أمام سينبا إن شاء الله نحسن فيها الصعود حتى على المستوى أو في المستوى التاني يعني وبالتالي لابد من الفوز أمام فيتا كلاب في المباراة القادمة إن شاء الله هل الفوز في المباراة دي على أرض فيتا كلاب يعتبر صعب؟ شوفي النادي الأهلي طول عمره أو طول عمرنا تعودنا على النادي الأهلي في الظروف الصعبة دي بنمر بظروف صعبة جدا المباراة هناك زي ما تفضلت وقلت في توقيت صعبة جدا الساعة 3 في نجيل صناعي وبالتالي المجهود بيبقى اللعبة بتحتاج تبزي المجهود أكبر بكتير من المجهود الطبيعي ولكن إسرار النادي الأهلي وإسرار لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني إن شاء الله لاستكمال هذه البطولة إن شاء الله والحصول عليها أعتقد هيكون فيه دافع كبير جدا جدا إن شاء الله النادي الأهلي البلفوز إن شاء الله في هذه المباراة خاصة أنه زي ما قلت من شوية أنه فيتا كلاب يعني مستوى الفني والخططي والتيكتيكي حتى على المستوى البدني بعيد جدا عن نادي الأهلي استحواز بشكل كبير جدا النادي الأهلي في المباراة اللي فاتت صحيح بعض الظروف هناك هتعرق النادي الأهلي ولكن أعتقد المباراة إن شاء الله هتكون صلاحنا في النهاية